عشان تبقى إنسان متزن لازم الحاجة اللي انت بتعملها تكون فيها جمال لأن الله كتب الإحسان على كل شيء فشوفوا اللي انت بتعمله فيه إحسان ولا لا لأن الله يحب المحسنين إن الله جميل يحب الجمال لما تيجي تعمل حاجة ما تعملاش قبيحة لكن أعملها جميلة يبقى عندنا خمسة جيم أول حاجة عشان تبقى إنسان كيس هذه قراءتي والتي أخذتها من أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة عشان تبقى كيس دولة خمسة جيم خمسة جيم دولة هم اللي بيهم نعرف أنت الإنسان كيس ولا لا وكلهم من أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم فيهم فيهم فكرة الميزان اللي جاي من تذكر ما بعد الموت تذكر ما بعد الموت هو إيه؟ الميزان فتكون من أهل الاتزان أول حاجة لا تفعل شيء إلا وله غاية ليه طيب؟ عشان هو دوت معنى الاتزان أنت تكون متزن لمتى؟ لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بميزان لكي تتذكر أنك بين يدي الرحمن يبقى أول حاجة تكون للأشياء لها جدوى تاني حاجة أن تفعل الأشياء بجدية فتكون جدا يبقى إيه اللي حاصل؟ ما فيش كسل ولا عجز تالت حاجة على فكرة ما إحنا ممكن نربط كلهم بإيه؟ بعكس العجز أنت لما تكون عندك جدوى إيه اللي حاصل؟ ما بتتمنياش لأنت عندك هو شيء أنت تريده أنت تطلب غاية طيب والحاجة التانية لما تكون جاد لا أنت مش عاجز لأن الرسول اللي يسمع استعازه من العجز والكسل لما تعمل الحاجة وإنت عندك جدارة إيه اللي حاصل؟ لأنه أنت اكتهت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنت اكتهت أخو يبقى أنت لما اكتهت أنت مش إيه؟ أنت مش شخص عاجز لكن أنت اكتهت وخاله استعن بالله ولا تعجز يبقى إيه اللي حاصل؟ أنت اكتهت أخدت بالأسباب وتعلمت وبقيت عندك جدارة رابع حاجة أن أنت تعمل حاجة لها جدوى لها جودة جودة يعني إيه؟ لها قيمة لما تحطاها للميزان يبقى لها قيمة ولذلك إن الصدقة تقع في يمين الرحمن فإن اللي يحصل؟ فلما تقع في يمين الرحمن إن الله طيب لا يقبله إلا طيبة فالحاجة لا جودة هي طيبة والله آخر حاجة يكون فيها جمال لأن الله جميل يحب الجمال إنت زي عملت دون يبقى أنت عملت ميزان يوصلك إلى الاتزان ويوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى بأن تفعلا استفدت من تحفيز ما بعد الموت إلا تحفيز ما بعد الموت إيه؟ التحفيز بالميزان التحفيز بالوقوف بين يده الرحمن التحفيز بالإقبال على الله سبحانه وتعالى فأصبح دوت يولد عندك حافز في حياتك أما العاجز بقى ده اللي بيعيش بحياته إيه؟ ده اللي بيعيش بحياته إيه؟ بحياته الكرامة وبحياته الاتزان لكن بقى اللي بيعيش بحياته إيه؟ بحياته التمني بقى اللي هو العاجز من أتبع نفسه هواها لا ده حكاية حكاية ده إيه اللي حاصل؟ ده هو أتبع نفسه هواها يعني إيه أتبع نفسه هواها؟ يمشي وراء نفسه وهي بتتمنى إن هي تصل إلى كذا وتصل إلى كذا وتصل إلى كذا شوف الحديث بيقول إيه؟ أتبع نفسه هواها يعني إيه بقى ماشي وراء النفس والنفس تأخذه وتضيع أوقاته ولا يفعل شيء ويترك نظر الله إليه ولا يزن ما يفعل وإلي يحصل ويتشتت ويضيع منه كل شيء آه لا هو دات مش هو دات الإنسان المتزن وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبلنا هذا الأمر طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نوصل لهذه الحال اللي هي حال إيه حال الاتزان